السلام عليكم شابي بازينا إن شاء الله كامل تكونوا بخير وإن شاء الله كامل تكونوا على خير اليوم راحين ندخلوا أول حصة من سلسلة الحصص القاسيرة في مادة الهندس الكهربائية هذه الحصص وش هو الهدف منها؟ الهدف منها هو كتابة ملخص لمادة الهندس الكهربائي وش معناتها كتفرج هذا الفيديو وتقدر تكتب الملخص تع أي موضوع من بعد ننصحكم كيتكملوا الحصة القاسيرة وروحوا الحصص التفصيلية الموجودة في القناة أول حصة راح نبدأ بها حصة خاصة بالقلابات هيا جماعة في الحصص القلابات راحين تدرسوا نوعين النوع الأول وش نسميه نسميه قلابات لا تزامنية من بعد تفهموا على سموها قلابات لا متزامنة والنوع الثاني اللي هو القلابات المتزامنة واللا قلابات التزامن جماعة ركزوا معي منه في القلابات التزامنية كاين نوعين كاين القلاب الارس إنجاز بوابات نور وكاين نوع الثاني قلاب الارس إنجاز بوابات ناند من بعد تفهموا على سموها إنجاز بوابات نور وناند وش وظيفة الارس والاروكي كل شيء ستعرفوا من بعد إذا نجمع واشي هو المطلوب مننا على هل يجب لي نقرأ قلاب الارس واشي الأسئلة لقادة جيني في الباكالوري واشي السؤال ش يقولك ما وظيفة القلاب الارس في هذا التركيب إذا هنا كاين احتمالين كاين احتمال أول قلاب الارس وش يكون يكون ضارة ضد الارتداد وكاين نقوله قلاب الارس ضارة ضد الارتداد عندما يكون الارس والار مربوطين مباشرة بالتماس هذا هو التماس وهذا التماس يتحكم فيه الوشعة نهرنا يلقوا باللي الارس والار مربوطين بالتماس وش نقوله وهذه الدارة وظيفتها دارة ضد الارتداد هذا الاحتمال الأول احتمال الثاني قلب إيرس قادر يكون ذاكرة إلكترونية ثنائية الاستقرار سؤال مطرح وقتها يكون ذاكرة ثنائية الاستقرار يكون بعد أي عنصر آخر سواء كهربائي أو إلكتروني باستثناء التامس وش معنى تجمعه؟ إذا لقيت قلب إيرس ومربوط قبله تامس هذا وتحكم فيه الوشيعة مباشرة وش وظيفته ضد الارتداد إذا ملقيت تامس ولقيت عنصر إلكتروني آخر أو كهربائي آخر وش نقوله؟ من ذاكرة إلكترونية ثنائية الاستقرار وهذا كامل إذا كنت تفهموا مجمع بسكو الحصة هذه أحركز على دارة ضد الارتداد هذا بالنسبة لقلبات لا تزامنية لماذا سميت قلبات لا تزامنية؟ لأنها لا تحتوي مدخل إشارة الساعة وهذا المدخل إشارة الساعة وين نحن نلقاه؟ نحن نلقاه في إشارات التزامنية قبل ما رحوا إشارة قلبات تزامنية اللي حاب يفهم الحصة بعد ما تكملوا حصة هذه القصيرة اللي حاب يتعمق في الحصة ويروح يشاهد الحصة رقم 14 ويلقى فيها قلب إرس وتلقوا في كل شيء على قلب إرس إذن هذا بالنسبة للقلبات لا تزامن أما النوع الثاني وهو قلبات التزامنية إذن قلبات التزامنية في سنة ثلاثة وش أحتدرسه أحتدرسه ثث قلبات أحتدرسه قلب جي كمتزامن ما شاءكم تلاحظوا؟ تلاحظوا كين مدخل جي ولكا وكين مدخل جديد سمه تي هذا إشارة ساعة إذن لماذا سمي قلب متزامن؟ لأنه يحتوي على مدخل إضافي يسمى إشارة ساعة أما برسات كلها جمعها هذا المرة الجاية هل ترون بإذن الله أما القلب الثاني وهو قلب دي متزامن يحتوي على إشارة ساعة والقلب الثالث هو قلب تي يحتوي على مدخل إشارة ساعة هذو الثقلبات وش تسميهم؟ قلبات متزامن سؤال مطرع لماذا لازم نقرأ هذه الثقلبات؟ نجاوبكم مباشرة تدعوا المختصر المفيد القلب دي له لازم نقرأ القلب دي نخدم به الذاكرة والسجلات وش معنى الذاكرة؟ بحث نحفظ المعلومات نخدم رام وروم ودسكدير إلى آخر هذا باش يخدمهم قلبات دي أو نخدم بهم السجلات وش معنى السجلات؟ لازم نخدم تركيب يزيح المعلومة إلى اليمين أو ياسر مثلاً كتجي تكتب السلام عليكم بلوحة المفاتح كتكتب حرف ألف وش لازم لك؟ لازم لك إزاحة إلى نحو الياسر باتكتب حرف الأم ما يقوم بهذه العملية؟ يقوم بها السجلات الإزاحة اليمين أو اليسر. هذا بالنسبة للقلاب ندرس قلاب دي لتصميم الذاكرة أو السجلات. أما قلاب جيكا وقلاب تي على هل يجب أن ندرسوهم؟ نخدم بهم العدادات والمؤجلات. وفي السنة الثاثة ستركزو على قلاب جيكا ولا تركزو عليه بزيار. السؤال موطع هو ما ندير بالعدادات؟ نخدم تصميم مثلا يعد لي من الصيفة الخمسة. إذن هذا نسميه عداد تصاعدي. قادر نخدمه تصميم يحسب لي من سبعة ويهبط لزيرو. وسميه هذا عداد تنزل هذا وسميه معدادات. ولا كذلك قلاب جيكا واش نخدم به مؤجلات. واش مع أنت مثلا تلفاز داعي؟ حاب نخدم المؤجلة فيها خمس ثواني. بعد ما تتهي خمس ثواني ينطفئ التلفاز. ولا نخدم مؤجلة فيها عشرة ثواني. بعد عشرة ثواني يتشتغل التلفاز. إذن قلابات جيكا وتيوش نخدم بهم العدادات والمؤجلات. هذا هو الملخص قلابات عليها لازم نقرأ وقلابات المتزعين. جماعة اللي حب يفهم قلابات مليح منه كان ست حصص. حصصة خمس طاش وستطاش وسبعة طاش وثمونتاش وتسعة عشر وعشرون. هذه حصص تفصيلية للقلابات كامل. وركزولي على حصة رقم ساعتاش ورقم عشرين اللي ستسفيدون منها بزا بزا. جماعة الزينا الحصة التي تتعليون حركزوا على قلاب رس وقتها نقول قدارة ضد الردد وقتها نقول علي الذاكرة إلكترونية. هيا نبدو به. كما كم تلاحظوا لو كان يعطي لك هذا التركيب ويسئلك سؤال يقول لك ما وظيفة القلاب رس في هذا التركيب. قلنا نشوفه شكين قبل الاس والآن. شخص تلاحظوا كاين تماس. وتماس هذا شكو يتحكم فيه يتحكم في الوشعة. وتماس هذا مغنط الوشعة تماس يغير حالتها ويرتد ويدير ارتدادات جماعة تماس كما الكورة. الكورة لو كان مثلا تتركها في الأرض. لا تثبت في الأرض مباشرة تبقى ترتد حتى تثبت. يعني تماس يدير نفسها إنما في زمن قاصر. نحل له مشكلة ارتدادات واذا لازم نجيبه قلاب رس. إذا كي جيك سؤال مواظف يتقلب الاس في هذا التركيب بما أن الاس والآن مربوطة بالتامس الذي يرتد. إذا تركيب هذا واذا وظيفته ضد الارتداد. هذه أول حاجة. ثاني حاجة أجمع قلاب الاس هذا واذا وظيفة تعه. قلاب الاس هذا في مدخل الاس والآن وفي المخرجين متعاكسين. أنا وش حركز على مخرج كيبس والمخرج كيبار هو النفيد تعه. إذا الاس اجمعه واذا وظيفة تعه. الاس ووظيفته يسمى قطب التشغيل. وش معنى قطب التشغيل إذا فعلت الاس وش يدير المخرج يشغله يمدله واحد منطقي. أما الار هو يخدم العكس تعه اللي هو رسات اللي هو قطب الايقاع. وش معنتها إذا غذيت الار وش يدير المخرج كي وش يدير المخرج كي يضعه في الصفر. معنتها يوقف المخرج يقطع التغذية عنه. إذا الاس وش وظيفته إذا نشطة يجعل مخرج كي في واحد منطقي في حالة التشغيل. أما الار إذا نشطة يجعل مخرج في صفر منطقي في حالة الايقاع. وبهنا في ممليحة جماعة لازم نجد والحقيقة. كده بما أنه عندي مدخلين الاس والار. كده عندي احتمال. عندي ربع احتمالات. إذا الار هنا كنا نجدهم على الشكل الخطة جماعة. على الشكل الخط. وش معنت الاس كيف ينشط. الواحد منطقي ينشطه. والصفر منطقي يقامل. واحد منطقي يقلبه فعال. معنته يقلبه يتحكم في المخرج. وكتمد الصفر منطقي يقلبه معزول على المخرج. معنته حتى ضوء. إذا هيا نبدأ. الحالة الابتدائية الاس كتمدلها زيره. معنتها ديزاكتي فيتو. الاس رأو خامل. والار عطيت له زيره. معنتها ديزاكتي فيتو ورأو خامل. المخرج ما تدير في هذه الحالة؟ المخرج سيكون معزول بنسبة الاس وبنسبة الار. إذا المخرج الجديد. وش يدير يحتفظ بالحالة السابقة. ما معنته الحالة السابقة جمع؟ معنت المخرج إذا كان صفر. الحالة جديدة ستبقى صفر. إذا كانت حالة سابقة واحد. الحالة جديدة ستكون واحد. بسكعوا لها لأنه الاس والار خاملين. ما عندهم حتى ضوء. روحوا لإحتمال الثاني. إذا اس أعطيت لها زيره. ما معنتها؟ خملتها. معنتها ديزاكتي فيتوها. والار مديت لها واحد. معنتها اكتي فيتوها. ما هو وظيفة تحجمها؟ أقرأوا معي هنا يا. اير وظيفتها الإيقاف في المخرج. إذا المخرج كي انزيد واحد. وش يساوي؟ يساوي السفر منطقي. في حالة الإيقافة. قطعت عليه التغذية. هذا كيعد اير مكتي في. الحالة الثالثة. لو كان نكتي في الاس مدلها واحد. ونقم الهر مدلها زيره. من المخرج المدلها زيره. اذا كنت يتحكم في المخرج. اس او اير. يتحكم في الاس. لكن هو المكتي في. وما وظيفة تحوه؟ معنتها يقلب المخرج في حالة التشغيل. إذا كي انزيد واحدة شى يساوي؟ يساوي واحد في حالة التشغيل. والحالة الأخيرة اللي هي حالة ممنوعة. لازم نجنبوها في التركيب. لو كان نكتي في الاس. ونصر الوقت نكتي في الار. هنا المخرج يكون يدير عليه صلاح حالة ممنوعة ولازم نجنبها في التركيب وهذا ما نفهم له تخيلوا أنه كأنزيد واحد هو جندي بسيط والأس والأر هو جنرال واحد والجنرال الثاني عندهم نفس رطبة الجنرال الأول يقول أخرج والجنرال الثاني يقول أبقى هنا الجندي وش يدير في هذه الحالة ما يقدر يدير حتى قرار وهذه الحالة وش يسميها حالة ممنوعة إذا ما وظيفة الأس هي وظيفتها التشغيل إذا فعلت تخلي مخرج يساوي واحد وإذا كانوا المداخل خاملين في زوج القلبة سيكون في حالة الذاكرة وإذا كانوا ناشطين في زوج هذه نسميها حالة الممنوعة لوب القصد أجماع من هذا التركيب أنه المخرج يتبع حالة القطب الناشط إذا كان اس هو ناشط يتبع الاس تشغيل مع أنتها يكون في حالة تشغيل إذا كان R فقط نشط يتبع R والR هو الإيقاف مع أنه يكون في حالة التوقيف إذا كانوا خاملين في زوج ما يتبعه ولو يبقى في حالة الاحتفاظ وإذا كانوا نشطين في زوج هذه يسميه حالة ممنوع واللي حاب يتفصل بزر في راح يتفرج للحصة رقمه 14 هيا يا جماعة وشي الأسئلة قادرة تجيكم كذلك؟ وشي الأسئلة قادرة تجيكم كذلك؟ قادر يمد لك مخطط زمني تعالي S والR ويطلق منك إكمال المخرج K بأن كامل المخرج K لازم يكون عندي هذا الجدوى لازم يقلب R ونكون فاهمه ولازم ينعرف الاس والر باش ينشطه أسكو بالصفر ولا بالواحد من بعد أجمع نحن ندرسه قلب يمشي بالعكس معنى تها الاس ينشط بالصفر ويخمل بالواحد العكس اللي شفنا هنا هيا أجمع لو كان يعطي لك هذا التركيب يقول لك كاملو أول حاجة وش لازم الدير؟ أول حاجة لازم أي تغير ديله إسقاط كما هنا تغير الأول في الاس إسقاط أي تغير ديله إسقاط على المخرج K بهذا الشكل حتى نوصله آخر نبضة بهذا الشكل أي تغير ديله إسقاط على K من بعد أجمعه وش لنا نشوفه كما هنا شاكم تلاحظوا S يسوي واحد والر يسوي السفر إذا كون نشيط الاس ولا R إذا هو الاس نشيط إذا المخرج وش يدير المخرج يكون في حالة التشغيل إذا المخرج وش يسوي يسوي واحد بسبب تنشيط الاس صحيتوا جماعة وكما ترون فيهم هذه الارتدادات وكما تسبب فيهم هذا التماس بعد أن ترون المخرج سوف نتخلص من الارتدادات على هذا ما نقوله وظيفة القلب الرس تخلص من الارتدادات هيا نكملوا جماعة نذهب إلى نبضة الثانية ركزوا معي من هنا S أعطيت له صفر ما معنطها نشيط ولا خامل معنطها خامل والر أعطيت له واحد معنطها نشيط الارش يدير يتحكم في المخرج إذا المخرج يتبع الار معنطها يمسع إذن هنا عمالة المسل الحالة الثالثة وشهاكم تلاحظوا S خامل والر خامل بما أنه S خامل وR خامل معنطها المخرج سيكون معزول على S و R إذن المخرج في هذه الحالة وشها يدير سهيحتفظ بالحالة السابقة الحالة السابقة كما تلاحظوا في هنا وش تسوي تسوي السفر إذن الحالة الجديدة وش ستسوي زر أوكي بنفس الطريقة S خامل R نشيط معنطها مس المخرج يتمسع بسبب R الحالة لبعدها S خامل R خامل هناك طريقة' في المخرج على إنها معزول على وضع الخامل وأنتصد بالنسبة للحالة who Knows شخص youtuber خامل وال Creating ارتدادة تكمل وش سراء لهم في المخرج تحذفوا. إذا شكون حذفهم قلب ايرس على هدي سمي قلب ايرس ضد الارتداد. هاي نكملوا. الاس خامل اير ناشط وضع في الصفة. من بعدها شو هنا وش عايزة يا جماعة. شوفوا الاس ناشط. والار خامل. وش معنتها? وضع في الواحد. من بعدها زيرو زيرو. مش راكم تلاحظوا. خاملين في زوج. احتفاظ بالحالة السابقة. حالة السابقة هنا وشية واحد. معنتها الحالة جديدة واحد. حالة ثالثة اس ناشط والار خامل. وضع في الواحد. حالة ربعة خاملين في زوج. المخرج مع الزول يحتفظ بالحالة السابقة. الحالة السابقة واحد. معنتها حالة جديدة واحد. واحد صفر الاس ناشط تشغيل. خاملين في زوج ذاكرة. الاس ناشط والار خامل تشغيل. خاملين في زوج ذاكرة. الاس ناشط والار خامل تنشط تشغيل. وهنايا في زوج خاملين ذاكرة. وش راكم تلاحظوا هنا. إذا قلب الـ L وظيفته تخلص من الـ RTD. شوفوا التامس هنا. شوف يجمع التامس هنا. كان صفر يروح الـ 1. ما راحش واحد مباشرة. ولا يدير 1-0-1-0-1-0. بعدها ثبت على 1. هذي يسميها الـ RTD. بنص الطريقة الـ S. شوفوا الـ S. الـ S كان 0-0-0. بيروح الـ 1-1-0-1-0. بعدها هنا يثبت على 1. بانحلو مشكلة الـ RTD. وش لازم نزيده قلب الـ L. إذا قلب الـ L. هذا وش وظيفته ضد الـ RTD. وظيفته تخلص من الـ RTD. المتسبب فيها التامس. إذا. وهذا القلب الـ R. سجمع الـ S و R. لينشطه بالـ 1 منطقي. يخملهم الصفر. البنية الداخلية. لك نشوفه وش نلقو فيه. نلقو فيه بوابتين من نوع نار. من نوع نفي الجمع. ولا نفي الأو. لو كان يمت لك قلب. وتجمع بوابات نار نفي الجمع. أعرف باللي. الـ S و R. ينشطه بالـ 1. ويتخمله بالـ 0. و الـ S وظيفته تشغيل. و الـ R وظيفته تخمل. إذا نكتب هنا. قلب R. إنجاز بوابات نار. الـ S و R. ينشطه بالصفر. ويخملهم الـ 1. هذا بالنسبة للقلب. بالنسبة للإحتمال الأول. جماعة. قادة يعطيكم تركيب آخر. كما كما تلاحظون هنا. يشبه التركيب الأول. ليس هنا. لا يعطي قلب R. إنجاز بوابات نار. يعطي قلب R. إنجاز بوابات نار. إنجاز بوابات نار. تشوفوا الـ S. و ماذا يريدون له. يريدون له دائرة النفي. يميد لك دائرة النفي. ولا يميد لك S. و موفقها. ماذا مكتوب بار. هكذا. ماذا؟ هذا القلب. كما القلب الأول. مي ووظيفته يخدم العكس. معناتها الصفر للترشيد. والواحد للتخميل. إذن. قبل أن نشرح لكم كل شي. ما الأسئلة يقادرتي. يقول لك. ما وظيفة قلب R.S. في هذا التركيب. نشوفوا الـ S بار والـ R بار. كون كين قبلهم. كين تماس. وتماس. كون تحكم في الوشعة. إذن هذا الدارة ضد الارتداد. ليس ذاكرة إلكترونية ثنائية الاستقرار. إذن. كون تكتبوا دارة ضد الارتداد. من بعدها. هنا. أس بار رجمع. و ماذا وظيفة تعمل. أس بار يبقى نفس وظيفة تعمل. قطبة التشغيل. والـ R بار ثاني. روسات. قطبة التخميل. ما هو الفرق ما بين قلب هذا. و قلب اللي قبله. الفرق بتاعه مبسيط. إذن. الفرق ما بينتهم في طريقة التفعيل. في طريقة ترشيط الـ S و R. من قبل. ما قلنا. الـ S يتمدله واحد يونشوت. يتمدله زيرو و يتخمى. أس بار يمشي عكس الـ S. ما معناتها؟ تأكد مدله زيرو يونشوت. يولي يفعل. يتحكم في المخرج. يتمدله واحد يتخمى. إذن أجمع. كما هنا. سأعطيته زيرو. بما أنه س بار يسير السفر. ماعنة S يسير سير واحد. ماعنة سنشط؟ هذا فرق ما بينتهم. س بار ما معناته؟ سفر ينشطه و الواحد يخامله. ثم يستجزه جدوى. جمعا. س بار يعطيته زيرو. زيرو ينشط معينتها ناشط. والـ Air بار يعطيته زيرو. معينتها ناشط. طبع. هنا سيكون سيتحكم في المخرج. يقول مخرج لازم تكون في حالة التشغيل. وفي نفس الوقت الـ Air يتحكم في المخرج يقول لازم تكون في حالة الإيقاة وبما أنه نارشتين في زوج هذه وش نسميها حالة ممنوعة إذن هذه الحالة لازمنا ندفع داوها إذن الحالة الثانية جمع S بار أعطيت له 0 مع أنتها فعل 2 مع أنتها يتحكم في المخرج والـ Air بار أعطيت له 1 مع أنتها ديزاك تيفيته وش كون يتحكم في المخرج يتحكم في الـ S والـ S بار هو وظيفة التشغيل إذن المخرج يساوي يساوي 1 منطقي في حالة التشغيل أما الحالة الثالثة S بار أعطيت له 1 مع أنتها بار مع أنتها خملته والـ Air بار أعطيت له السيف مع أنتها أنه نشاطته والـ Air كيعد فعلى جمعه ما يدير لـ Air شو وظيفته هو إيقاف إذن ش وظيفته مشح المخرج بوضع المخرج في حالة 0 والحالة الأخيرة S بار أعطيت له 1 مع أنتها خملته والـ Air بار أعطيت له 1 مع أنتها повضوش خاملين كيعدوا وتعarenth pig进ه وفضوش خاملين المخرج شى سيكون معزول لا يمكن أن يتحكم فيه. إذا لم يأخذ هذه الحالة. يحتفظ بالحالة السابقة. إذا كيان زيد واحد يدي الحالة السابقة التي نسميها كيان. إذا شفتوا جمعوا ما بين الاس والاس بار. الاس معندها الواحد للتنشيط والصيفة للتخمل والاس بار يقول يخدم العكس ته. الصيفة ينشطه الواحد يخمله والاس عنده وظيفة واحدة جمعة. إذا شرط الاس ينشط يشغل المخرج والار بار والاير عنده وظيفة إذا شط يمسح المخرج. إذا خملة يولي ما عنده حتى دور بين مخرج. وبهنا في مضيح جماعة نشوف الجدول هنا هنا الجدول العطالي مدخلين يسمح لي اس بار والار بار. ديماركز وجمع قادة للمدهنكم اس وار. إذا مدلك اس والار معندها الواحد للتنشيط والصيفة التخمين. إذا مدلك اس بار وار بار معندها الواحد للتخمين والصيفة للتنشيط. بهن نكمل الكيج معه. وش نديره أول حاجة نديره إسقاط أي تغير بهذا الشكل هذه أول حاجة بعد ثاني حاجة نديره رموز تاعت التفعيل والتخميل بيساعدونا بها ما نغلطوش هجمع هين نبدأ ركز معي مني هجمعه هنا أزبار وش عطيت له عطيت له مستوى الأعلى واحد منطقي وبما أنه منفي معانتها الواحد للتخميل والصيفة للترشد معانتها الأزبار هنا خملته والأعلى عطيت له الصيفر منطقي مستوى الأدنى معانتها نشاطه شكل ناشط هنا بما أنه رمز النشاط في الـ Air ما هو وظيفة تحتها؟ وظيفة مسحة القلب إذا المخرج يستوي زر الحالة الثانية أزبار عطيت لها صيفر معانتها مفاعل والأعطيت له واحد منطقي معانتها خامل معانتها شكل ناشط هنا معانتها وضع المخرج في الواحد شكل يتحكم في المخرج أزبار رحوا الحالة الثالثة الأزبار عطيت له واحد خملتها والأعطيت له واحد خملتها خاملين في زوش إذا ما يساوي واحد إذا ما يساوي واحد إجماعة تتلف لك تلف لك أزبار عطيت له واحد و Air بار عطيت له واحد معانتها بما أنه S بار يساوي واحد معانتها شكل يساوي صيفر معانتها صيفر صيفر معانتها خملتهم في زوج كتلف لك أعكسه ماذا ما كان رحوا الحالة لربعة هذه S بار عطيت له زير و ناشط وال Air بار واحد معانتها كل ناشط ال S معانتها وضع في الواحد الحالة الخامسة خاملين في زوج معانتها احتفاظ معانتها حالة سابقة شو سابقة واحد منطقي حالة جديدة واحد منطقي حالة لبعدها S بار ناشط وال Air بار خامل وضع في الواحد حالة لبعدها خاملين مخرج معزول يحتفظ بالحالة السابقة ليه واحد منطقي حالة لبعدها S بار ناشط وال Air بار خامل معانتها وضع في الواحد إذن في هذه الحالة حالة احتفاظ بالحالة السابقة حالة اللي بعدها S bar يساوي صفر معانتها في حالة تفعيل أما R bar في حالة وعد منطقي مستوى الأعلى في حالة تخميل إذن شكول يتحكم في المخرج يتحكم فيه المخرج S إذن وضع المخرج في واحد حالة اللي بعدها لاحظوا باللي S bar يساوي صفر معانتها في حالة تخميل أما R bar يساوي صفر منطقي في حالة تفعيل شكول يتحكم في المخرج اللي هو R والR ووظيفته هو ايقاف المخرج اي وضع المخرج في صفر منطق. حالة لبعدها S bar خامل و R bar خامل معانتها في مخرج معزول على المداخل فهذه الحالة المخرج يحتفظ بالحالة السابقة. وبما ان حالة السابقة هي الصفر اذا احتفاظ بالصفر. من بعدها نكمل بهذه الطريقة. حالة لبعدها S bar خامل R bar نشط معانتها مسحة وضع في الصفر. حالة لبعدها S bar خامل و اير بار خامل معناتها ذاكرة المدخلين مهزولين على المخرج حالة اللي بعدها از بار خامل اير بار ناشط معناتها المسحة خاملين في زوج احتفاظ بالصفر اير بار ناشط مسح المخرج وضع في الصفر خاملين في زوج احتفاظ بالحالة السابقة اللي هي الصفر والحالة الاخيرة از بار خامل عطيت له صفر منطقي اه الواحد منطقي والاير بار عطيت له صفر منطقي معناتها ال اير هو الناشط وش وظيفة الـ Air هو المسح المخرج إذن وضع في الصف وش راكم تلاحظوا جماعة هذه الارتدادات اللي كانت كانت في الـ S bar وهذه الارتدادات اللي كانت كانت في الـ Air bar وش سترى لها من قلب الـ Airs حذفت عن طريق قلب الـ Airs لذلك يسمى بالقلب دارة ضد الارتداد وش وظيفته تخلص من الارتدادات الناتجة عن ارتداد التماس إذن هنا يجمعوا ش وظيفته دارة ضد الارتداد وهذا القلب الـ Airs أجمع لي مستوى الأدنى لو كنت نشوفوا البنية الداخلية راح نلقى بوابتين من نوع NAND والله نقولوا بوابتين نفي الضرب والله بوابتين نفي الواو نفي الواو كي يعطيك تركيب تلقى بوابت ناند أعرف بلي هذا قلب الـ Airs والـ Airs ينشطوا بالمستوى الأدنى نسميهم S bar Air bar هذا يعني أجمع قادر يمدها لكم بهذا الشكل التركيب كي مدلك هذا التركيب يكتب هنا هنا وش تكتب هنا كتب S bar وهنا Air bar وكما من الجدول كما من قبل إذن وش نكتبه قلب Airs bar هذا وش وظيفته هو إنجاز بوابتين وش وظيفته دارة ضد الأرتداد إذن قلب Airs أجمعه في المثال الأول مثال الثاني لاحظنا كي يعود كان قبله تماس ويتحكم في الوشعة إذن وش وظيفتهم دارة ضد الأرتداد وش الأسئلة قادر يقول لك أم أكمل لجدول حقيقة ولا قادر يقول لك أكمل للمخطط الزمني وهذا سؤال وارد بزرخ رحوا مثال لرقم ثلاثة أعطيتكم مثال لرقم ثلاثة قلب Airs كما كم تلاحظوا كينا دائرة دائرة مع أنت قلب Airs إنجاز بوابتين يمشي بالمستوى الأدنى يجيكم سؤال أجمعه يقول لك ما وظيفته هذا القلب؟ هل هو دارة ضد الأرتداد أو ذاكرة ثنائية الاستقرار؟ شوفوا شكين قبل Airs و Air شاكم تلاحظوا هذا القلب Airs شكون قبله أجمعه قبل ديود زينار ما كانش تماس إذا هنا وش نقوله قلب Airs يعمل عمل ذاكى ثنائية الاستقرار وش وظيفته؟ يعمل عمل ذاكرة يا واحد يا صيفر ما هو ش دارة ضد الأرتداد لأنه لماذا؟ لأنه الأسل الأير ما كانش تماس لإقبلهم لتحكم فيه الوشعة إذا في النهاية وش نقوله قلب Airs كي يجيكم في الباكالو عنده احتمالين يا دارة ضد الأرتداد إذا كان تماس قبله ولا نسميه ذاكية ثنائية الاستقرار ولا ذاكرة إلكترونية إذا كانت كل عناص الكهربائية باستثناء التامس وهنا يا جماعة زيناء وصلنا لنهاية الحصة وهنا وش هنقولكم سلام اشتركوا في القناة